بشكل أساسي أي اتفاق يتم عقده الآن سيكون مستحيل لذا إذا سألنا سؤال نظري ما هو الأفضل ما هو الأفضل للمواطن العادي الذي يعاني وما هو الممكن للدولة بالنسبة للدولة الدولة الأوكرانية لا يمكن أن تقبل أبدا الطلبات الروسية الطلبات الروسية متشددة جدا وغير عادلة وغير معقولة روسيا تطلب أن نعترف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم وإعلان انفصال جمهوريتين أو منطقتين منفصلتين وهذه الأراضي هي أكبر بالثلاث مرات مما تسيطر عليه المجموعات الانفصالية قبل الحرب وأيضا روسيا تطالب تغيير النظام الأوكراني الخاص بوحدة الأراضي الأوكرانية والخاص بتقسيم الأراضي وهذا يجعل أوكرانيا غير مركزية ويجعل أوكرانيا لا يوجد لديها جيش ويجعل أيضا أوكرانيا محايدة أي لا تنضم للاتحاد الأوروبي ولا تنضم للنيتو كما كان العهد في أكبرانيا الماضية والتي كانت قبل 2014 والتي كانت مؤيدة لروسيا لذا هذا غير مقبول للقيادة الأوكرانية إذا الرئيس الأوكراني أو أي شخص آخر وافق على هذا الأمر فسيتم عزله على الفور لذا قد تكون هناك مفاوضات وقد تحدث المفاوضات خلال يومين قد تحدث في تركيا ولكن النجاح سيكون فقط في بعض القضايا الصغيرة كمثلا الممرات الإنسانية وكالمساعدات الإنسانية ولكن بشكل عام لا يستطيع أن يقدم الدعم إلا إذا توقفت الحرب ويبدو الآن أن خلال الأسبوع الماضي الحرب لم تكن في حالة تهدئة وسرعتها لم تكن كبيرة على الرغم من أن هناك هجمات كبيرة هجمات صاروخية وهجمات بالقنابل يبدو أن روسيا تقوم بتجميع قواتها ويبدو أن روسيا ستبدأ بهجمات جديدة قريبا جدا